طيب كمان في إطار اهتمام النادي الأهلي بتطوير كل مرافق النادي ومنشآته كابتن محمود الخطيب كان عمل جولة تفقدية في فرع الأهلي في مدينة نصر وزار مجمع حمام السباحة والتقم عدد كبير من السباحين الوعدين وأسرهم للاطمئنان عليهم وعلى سير العمل في هذا المجمع الأولمبي الكبير الحقيقة مجمع حمام السباحة مجمع الأهلي في مدينة نصر حاجة أولمبية ضخمة لا ده حاجة ملاش نظير يعني ده ده يعني ده مجمع رياضي يا أستاذ إبراهيم يعني يعني رياضي وفي مكان للأعضاء يعني الجزء اللي احنا فعلا تم تطويره هو كان كل حيبقى مدرج فالنادي الآلي وقتها فكرنا ان احنا نعمل نص أو تلت الحمام مدرجات والباقي مصاطب للأعضاء وما مشى فوق وتحتيه صلاة مغطاة وان صالت تنسي الطاولة العبقرية اللي خرجت كل الأبطال للعزان دول صحية